اسلام عليكم اصدقائي تحياتي للجميع عملنا جولة على الصحافة الالمانية مواقع الاخبار الالمانية واختارين اهم ما يتداول الاعلام الالماني والصحافة واكثر ما يتفاعل معه الرأي العام في المانيا اول موضوع راح نتكلم به هو قرار اتخذة الحكومة الالمانية باعتبار امريكا واسرائيل دول خطرة طبعا بالاضافة الى تركيا نظرا للعدد المتزايد من اصابات كورونا تصنف الحكومة الفيدرالية تركيا على انها منطقة عالية الخطورة اعتبارا من يوم الثلاثاء سوف يتعين على المسافرين من تركيا اللي هي تعتبر اكبر واشهر وجه العطلات في المانيا المسافرين القادمين من تركيا سوف يتعين عليهم ان يعني يكونوا في الحجر الصحي لمدة خمسة الى عشرة ايام طبعا نتكلم عن الاشخاص الذين لم يتم تلقيحهم اصدقائي مع عدد مماثل من السكان لتركيا والمانيا تعتبر تركيا بالوقت الحالي دولة خطيرة بالنسبة لاصابات هوخ ريسيكو قبيت اما بالنسبة لامريكا واسرائيل تم اعلانهم اماكن خطرة من قبل معهد روبورت كوخ الاصابات ارتفعت بشكل كبير جدا في هذه الدولتين مع العلم انه اسرائيل تعتبر من اكثر الدول بالعالم تطعيمها لسكانها وتسارعت في بداية الامر لشراء اللقاحات حتى وان كانت بسعر عالي فقط من اجل تأمين اللقاح لسكانها والان الاصابات تزداد بها بشكل كبير وبشكل ملحوظ بالنسبة الى المانيا اصدقائي ارتفعت الاصابات من جديد بشكل مقلق وكل يوم يتم تسجيل اصابات اعلى من اليوم القبلة حيث تم تسجيل بال24 ساعة الماضية فقط 5644 اصابة المعدل اللي لعب دور كبير بالنسبة الى مواضيع الاغلاق او الارخاء او فتح المحلات التسوق والى اخره ارتفع الى 32.7 الشيء الجديد بالامر انه تم تسجيل احد عشر حالة وفاة فقط وهو انخفاف كبير مستمر يوم بعد يوم تنخفض حالات الوفيات مقابل عدد الاصابات اللي اصلا هو يزداد طبعا الكثير من اللاندك خايسف في ولاية شمال الراين اصاباتها فوق الخمسين الزيبن تاقي انسيدنس مرتفع بها فوق الخمسين ولما يرتفع الى فوق الخمسين لمدة خمسة ايام يتم اعلان الانسيدنس شتوفة يعني يتم زيادة الانسيدنس شتوفة وبالتالي يصبح هناك اغلاق جزئي في لاندك خايس معين على سبيل المثال بيليفيلد وكل اللاندك خايسف اللي حواليها اصاباتهم فوق الخمسين كل اصاباتها المعدل يزيبن تاقي انسيدنس سبعة وستين اخن اصاباتها فوق الخمسة وخمسين يعني خمسة وخمسين يزيبن تاقي انسيدنس دوسلدورف اربعة وستين اسن سبعة وخمسين كل المدن اللي حول دوسلدورف اللاندك خايسف زولنجن وإلى آخره اصاباتها فوق الخمسين هذا يعني الدخول بالمرحلة الوبائية الجديدة الآن رح ننتقل الى موضوع آخر هذا الموضوع مهم جدا في ألمانيا وتناولته وسائل الإعلام ايضا باهمية كبيرة لانه تقرير من المكتب الفدرالي للإحصاء رح نتكلم عن ارتفاع جنوني او ظاهرة تشهدها اسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت اسعار المبيعات في تجارة الجملة الألمانية بشكل حاد في يوليو تموز يعني بالشهر الماضي دائما يحدث شيء بشهر وبالشهر الذي بعده تكون الإحصاءات كاملة وجاهزة شهر يوليو تموز هذا العام شهد أكبر ارتفاع لأسعار الجملة منذ أزمة النفط الأولى العالمية في عام 1974 طبعا لو قارننا بين شهر يوليو تموز اللي راح يعني الشهر اللي قبل هذا وشهر يوليو تموز من عام 2020 سوف نشاهد أنه الزيادة فقط في شهر يوليو تموز من عام 2021 وصلت إلى 13% وهي أعلى زيادة شهرية تحصل بعد زمن الكورونا طبعا صدقائي في أول صيف الكورونا كان الناس مرعوبين وانخفض الاستهلاك بشكل كبير على كل شيء تقريبا انخفض الاستهلاك ما عدد طعام ولكن الآن بعد يعني أو بعد صيف العام المنصرم ارتفع الاستهلاك بشكل كبير وسبب أنه الناس يعني عرفت ما هو كورونا ما هو الوباء قبل كانت إصابتين ثلاثة بالصين والناس مرعوبة وما تسوق كل شيء ولكن الآن هناك نوعا ما استقرار وعرفت الناس كيف يعني تنفق وكيف تستهلك اللي صار ازداد الاستهلاك بشكل كبير بسبب أنه العام كان الاستهلاك قليل وقابل ارتفاع الاستهلاك ندرى بالمواد الخام وحسب الخبراء فإن الزيادة الكبيرة الآن بأسعار الجملة سوف لن نشعر بها نحن كمستهلكين بالوقت الحالي بل سوف نشهدها بالأشهر القليلة القادمة وسوف نشعر بفرق كبير بموضوع التضخم وحسب المركز الفدرالي الحصاء فإن سبب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 59% الخامات والمعادن شبه المصنعة بها زيادة تقدر ب96% المواد الخام الأخرى مثل الخشب زيادة 60% الزيوت زيادة 34% إذن هاي كانت إحصائية الإغلاق طبعا زيادة بأسعار الخشب السبب زيادة استهلاك الخشب في زمن الكورونا من قبل الصين هي يعني رقم واحد أكبر مستهلك بالعالم للخشب تخيلوا يعني اشترت أكثر غابات العالم وقطعت أشجارها ويعني استوردتها إلها والآن يعني التوقيت ربما يصادف أنه حشرة خمفساء اللحاء يعني احتلت الأشجار أشجار الغابات في ألمانيا فبالتالي حتى في موسم عدم قطع الأشجار يتم قطع الأشجار وبيعها إلى الصين هل انتشار هذه الخمفساء هو من صدفة أم يعني بفعل تغيير المناخي الله أعلم أصدقائي الآن رح نتكلم عن موضوع آخر الموضوع الآخر هو عبارة عن صدمة أو ليلة مرعبة عاشتها برلين الإعلام الألماني تناول قصة بنت عمرها 12 عام خرجت مع أبوها بمشوار وصار لهم شيء غريب عجيب طبعا هذا الخبر اعتبر أحد أكثر الأخبار تفاعلا بالـ 24 ساعة الماضية في برلين تحديدا في شارلوتنبيرغ تم إعلام الشرطة من قبل المرة بأنه هناك رجل ملطخ بالدماء ممدد على الأرض تخيلوا هذا الأمر حصل يوم أمس بالساعة العاشرة وعشرين دقيقة الليلة أتت الشرطة بسرعة وبسرعة البرق تم إلقاء القبض على المجرم الذي تسبب بتلطخ الأب بالدماء ويعني جعله ممدد على الأرض طبعا بعد أنه أخذت الشرطة آراء شهود العيان ويعني استطلعت عن الأمر تبين أنه بينما كان الأب يسير بالشارع مع ابنته أتى فجأة رجل هذا الرجل هو لص عمره أربعين عام وطعن الأب اللي عمره تسعة وثلاثين عام بالسكين وأخذ الهاتف من يد ابنته اللي عمرها 12 عام المجرم عمره أربعين عام الأب عمره تسعة وثلاثين عام والبنت عمرها 12 عام والملفت للنظر أن المجرم صرخ بياء على صوته وقال للناس أهربوا أهربوا وإلا كان مصيركم نفس مصير الأب طبعا هو سرق الهاتف الجوال من يد البنت ويعتقد أنه كان هذا هو سبب عملية الطعن طعن الأب وسرق الهاتف من يد البنت اللي عمرها 12 عام حسب كلام شهود العيان فإن البنت بقيت تبكي طول الفترة اللي كان أبوها ممودد أمامها وحتى أتت الشرطة بفضل الوصف الدقيق لشهود العيان وكاميرات المراقبة تم إلقاء القبض على المجرم والأب حسب كلام الشرطة الآن تم نقل إلى المستشفى وهو حاليا يعني إشتاز مرحلة الخطر ولا يوجد خطر على حياته طبعا هذا الموضوع حتى الأهمية كبيرة في وسائل الإعلام الألمانية وطبعا هذه ليست الجريمة الأولى التي تشهدها برلين أو المدن الكبرى بل هكذا جرائم تزداد بشكل مستمر بالمدن الكبرى والتي باتت تشتهر بازدياد معدل الجريمة ازدياد الجرائم ارتفاع الإصابات بالنسبة إلى كورونا وغلاء السكن بشكل جنوني بالمدن الكبرى قد يجعل الإنسان يفكر مرتين قبل السكن بالمدن الكبرى رغم إغراءات الحياة المحلات فرص العمل هل تستحق المدن الكبرى أن يعيش ويستقر بها الإنسان أم تستحق الأرياف أنه نقضي حياتنا فيها ما هو رأيكم أصدقاء؟ يتمنى أنه تكتبوننا بالتعليقات أصدقاء الآن ننتقل للموضوع الآخر الموضوع الآخر هو يتعلق بالحيوانات الأليفة في ألمانيا ووصولها إلى أعداد انفجارية وحسب العناوين التي تناولتها الصحف الألمانية المواء ونباح الكلاب يسودون البيوت الألمانية طبعا المزيد والمزيد من المنازل والشقق تموء وتنبح وتغرد يعني يسمع منها أصوات النباح والمواء والتغريد حاليا لو أقف بباب بيتنا يعني أسمع الأصوات مستمرة ما شاء الله يعني أشكال وأنواع الحيوانات موجودة في عمارتنا عن جيراني اشترى العديد من السكان في ألمانيا حيوانات أليفة في جائحة كورونا ووفقا للأرقام الصادرة عن اتحاد صناعة مستلزمات الحيوانات الأليفة والرابطة المركزية يعني لهذا الاتحاد أنه تم في ألمانيا زيادة بعدل الحيوانات الأليفة حوالي مليون قطة في الاثنى عشر شهر الماضي وستمائة ألف كل هذه الأعداد المليون وستمائة دخلت إلى المنازل الألمانية فقط بالاثنى عشر شهرا الماضي الآن بالوقت الحالي يعني هناك 35 مليون حيوان أليف من كلاب وقطط وحيوانات صغيرة أخرى موجودة تحت يعني الأسقف المنازل الألمانية طبعا أصدقائي دفعت طفرة الحيوانات الأليفة سوق مستلزمات الحيوانات الأليفة بقوة بالارتفاع إلى الأمام الأشياء التي تباع بالسوق مثل أعمدة الخدش اللي تستعملها القطط ويعني مقاود الكلاب أو الحزام اللي ربطون بالكلاب ارتفعت أسعارها وازدادت نسبة المبيعات بيعني حوالي تقريبا 6% لتصل إلى أكثر من 5 مليارات يورو طبعا 5 مليارات يورو مصروفات سكان ألمانية على الحيوانات الأليفة هذا الرقام يعني قد يعتبر بحجم ميزانيات دول هناك شركة رائدة في تصنيع أغذية الحيوانات اسمها فغيسن نابف فهذه الشركة يعني رائدة في تصنيع أغذية الحيوانات سجلت زيادة بالمبيعات بنسبة 15% وازدادت إيراداتها بنسبة 18% لتصل إلى مستوى قياسي بلغة 1.8 مليار يورو ورفعت الشركة التي لديها تطبيق يسمى زو بلاس توقعات مبيعاتها إلى 18% بالنسبة للأعوام القادمة طبعا هذا الأمر اللي هو رفع التوقعات أدى إلى أنه مليار ديار أمريكي حب يستثمت بملياراته فقرر الاستثمار وقام بشراء كل أسهم هذه الشركة بمبلغ قدر 2.8 مليار يورو إذن فعلا الحيوانات الأليفة في ألمانيا هي في زيادة لا يوجد لها مثيل أبدا أبدا لنوص لنهات الفيديو إن شاء الله رب تكونوا استفاديتوا وتحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة اشتركوا في القناة